حدثنا عباد بن عباد عن أبن جريج عن عطاء عن أبن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة قري على صفيان سمعت محمد بن أبي حرملة عن كريب عن أبن عباس عن الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبحت رمى الجمرة حدثنا يحيى عن أبن جريج أخبرني عطاء عن أبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس من جمع قال عطاء فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حسنا يحيى عن أبني جريج أخبراني أبو الزبيري أخبراني أبو معبد قال سمعت ابن عباس يخبر عن الفضل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة غدا تجمع للناس حين دفعنا عليكم السكينة وهو كف ناقته حتى إذا دخل من أن حين هبط محسرا قال عليكم بحص الخذف الذي يرمى به الجمرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان وقال روح والبرساني عشية عرفة وغدا تجمع وقال حين دفعوا حسنا يونس بن محمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عمر بن دينار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاما في الكعبة فسبح وكبر ودعا لها عز وجل واستغفر ولم يركع ولم يسجد حسنا حجين ويونس قال حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغدا تجمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كف ناقته حتى إذا دخل محسرا وهو من من قال عليكم بحصل خذف الذي يرمى به الجمرة وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة حسنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن عمر بن علي عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن الفضل بن عباس قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم تؤخر ولم تزجر حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيمين عن أبي الطفيل عن الفضل بن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمعا إلى منا فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حسنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن مبارك أنبأنا ليث بن سعد حدثنا عبد ربه بن سعيد عن عمرنا بن أبي أنس عن عبد الله بن نافعي عن ربي عتاب بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشاهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك تقول يا ربي يا ربي فمن لم يفعل ذلك فقال فيه قولا شديدا حدثنا يزيد بن أبي حكيمين العدني حدثني الحكام يعني ابن أبانا قال سمعت عكري متى يقول قال الفضل بن عباس لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فبالغنا الشعب نزل فتوضأه ثم ركبنا حتى جئنا المزدلفة حثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبني إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن عطائي بن أبي رباح أوي عن مجاهدي بن جبر عن عبد الله بن عباس حدثني أخي الفضل بن عباس وكان معه حين دخلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة ولكنه لما دخلها وقع سجدا بين العمدين ثم جلسا يدعو حثناه شيم أنبأني ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرني الفضل بن عباس أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من جمع قال فأفاض وعليه السكينة قال ولب حتى رم جمرة العقبة وقال مرة أنبأني ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أنبأني الفضل بن عباس قال شهدت الإفاضتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض وعليه السكينة وهو كف بعيره قال ولب حتى رم جمرة العقبة مرارا حثنا عبدة بن سليمان حدثنا أبن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة قال فرأ الناس يوضعون فأمر مناديه فناد ليس المر بإضاع الخيل والإيئب لفعليكم بالسكينة حنا يعقوب حدثنا أبن أخي ابن شيهاب عن عمه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشامين قال قالت عائشة وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح من أهله جنوبا فيغتسل قبلا أن يصلي الفجر ثم يصوم يومئذ قال فذكرت ذلك لأبي هريرة فقال لا أدري أخبرني ذلك الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه حسنا حسين بن محمد حدثنا جرير عن أيوبا عن الحكمي بن عتيبة عن أبن عباس عن أخيه الفضل قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمعا إلى منن فبينه ويسير إذ عرض له أعرابي مردفا ابنة له جميلة وكان يسيره قال فكنت أنظر إليها فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا وأنا لا أمتهي فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة حدثنا عفان حدثنا حماد أنبأنا قيس عن عطائي ابن أبي رباح عن عباس عن الفضل ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى يوم النحر حتى رمى جمرة العقبة حثن روح حدثنا شعبة وعن عامر الأحول عن عطاء عن أبن عباس عن الفضل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى الجمرة حثن روح حدثنا شعبة حدثنا علي بن زيد قال سمعت يوسف ابن ماهك عن أبن عباس عن الفضل ابن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلبى في الحج حتى رمى الجمرة يوم النحر حثن هاشم بن القاسم حدثنا شعبة وعن عامر الأحول وجابر الجعفي وابن عطاء عن أبن عباس عن الفضل ابن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبى حتى رمى الجمرة يوم النحر حثن محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر عامر الأحول وابن عطاء عن أبن عباس أن الفضل ابن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فكان يلبي يوم النحر حتى رمى الجمرة حثن عفان حدثنا شعبة أخبراني مشاش عن عطاء ابن أبي رباح عن أبن عباس عن الفضل ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفة بني هاشمين أمرهم أن يتعجلوا من جمع بليل حدثناه شيم حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أوي عن الفضل ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على راحللته فأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يجزيه قال نعم قال فاحجج عن أبيك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت سليمان بن يسار حدثنا الفضل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل فقالا إن أبي أو أمي شيخ كبير لا يستطيع الحج فذكر الحديث حثنا حجاج حدثني شعبة عن الأحول وجابر الجعفي وابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلب حتى رمى الجمرة يوم النحر حثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات حثنا يعلى ومحمد ابن عبيد قال ثنى عبد الملك عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن الفضل قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات وأسامة بن زيد ردفه فجالت به الناقة وهو واقف بعرفات قبل أن يفيد وهو رافع يديه لا تجاوزان رأسه فلما أفاض سار على هينته حتى آت جمعا ثم أفاض من جمعا والفضل ردفه قال الفضل ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة حثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج حدثني محمد بن عمر بن علي عن الفضل بن عباس قال زال النبي صلى الله عليه وسلم عباسا ونحن في بادية لنا فقام يصلي قال أراه قال العصر وبين يديه كليبة لنا وحمار يرعى ليس بينه وبينهما شيء يحول بينه وبينهما حثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس حدثني الفضل بن عباس قال آتت امرأة من خثعمين فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله عز وجل في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته قال فحجي عن أبيك حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو ابن دينار أن ابن عباس كان يخبر أن الفضل بن عباس أخبره أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت حين دخله ولكنه لما خرج فنازل ركع ركعتين عند باب البيت حدثنا يحيى بن زكري يعني ابن أبي زائد تحدثني عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة بن زيد من عرفة حتى جاء جمعا وأردف الفضل بن عباس من جمعا حتى جاء آمنا قال ابن عباس وأخبرني الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حدثنا روح حدثنا ابن جريج وابن بكر قال حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبيري أنه أخبره أبو معبد مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغدات جمعا للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كف ناقته حتى إذا دخل من أنحن هبط محسرا قال عليكم بحصل خذف الذي يرمى به الجمرة والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان حتى روح حدثنا ابن جريج قال ابن شيها بن حدثني سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعمين قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال فحج عنه حدثنا حجين بن المثنى وأبو أحمد يعني الزبيري المعنى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيدي بن جبير عن أبن عباس عن الفضل بن عباس قال أبو أحمد حدثني الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من المزدلفة وأعرابي يسيره وردفه أبنة له حسناء قال الفضل فجعت أنظر إليها فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة حدثنا حمد بن خالد قال حدثنا أبن علافة عن مسلمة الجهني قال سمعته يحدث عن الفضل بن عباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ضبي فما لا في شقه فاحتضمته فقلت يا رسول الله تطيرت قال إنما أطيرت ما أمضاك أو ردك حسناء وكيع حدثنا أبن جريج عن عطاء عن أبن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبحت رمى جمرة العقبة حسن إسماعيل أنبأنا أبن عوين عن رجاء بن حي وتقال بن يعلى بن عقبة في رمضان فأصبح وهو جنوب فلقي أبا هريرة فسأله فقال أفطر قال أفلا أصوم هذا اليوم وأجزئه من يومين آخر قال أفطر فأتى مروان فحدثه فأرسل أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحريث إلى أم المؤمنين فسألها فقالت قد كان يصبح فينا جنوبا من غير احتلمين ثم يصبح صائما فرجع إلى مروان فحدثه فقال القبيه أبا هريرة فقال جار جار فقال أعزم عليك لتلقانه به قال فلقيه فحدثه فقال إني لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنبأنيه الفضل بن عباس قال فلما كان بعد ذلك لقيت رجاء فقلت حديث يعلم من حدثكه قال إياي حدثه حفنا محمد هو أبن جعفر وروح قال حدثنا شعبة وعن علي بن زيد عن يوسف عن أبن عباس عن الفضل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فكان يلبي حتى رمى الجمرة قال روح في الحج قال روح يعني في حديثه قال حدثنا علي بن زيد قال سمعت يوسف بن ماهك كلاهما قال ابن ماهك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد حدثنا كثير بن شنذير عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وكانت جارية خلف أبيها فجعت أنظر إليها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهي عنها فلم يزل من جمعا إلى منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة يوم النحر حنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة حدثني عزرة وعن الشعبي أن الفضل حدثه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فلم ترفع راحللته رجلها غادية حتى بلغ جمعا قالا وحدثني الشعبي أن أسامة حدثه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمعا فلم ترفع راحللته رجلها غادية حتى رمى الجمرة حثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عمري بن دينار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاما في الكعبة فسبح وكبر ودعا ألها واستغفره ولم يركع ولم يسجد حثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف أسامة من عرفات إلى جمعا وأردف الفضل من جمعا إلى منها فأخبره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أنا كثير بن هشامين قال حدثنا فرات حدثنا عبد الكريم عن سعدي بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله حدثنا أبو إسرائيل عن فضيل بن عمر عن سعدي بن جبير عن ابن عباس أو عن الفضل بن عباس أو أحدهما عن صاحبه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن فضيل بن عمر وعن سعدي بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحاجة